حذر البنك المركزي العراقي من خطورة التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية عبر بيان رسمية التحذير من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية وصل إلى العراق خوف من عمليات غسل الأموال إذ أطلق البنك المركزي تحذيرا من خطورة التعامل بها وذلك لعدم خضوعها لضوابط أو تشريعات توفر مضلة قانونية لها خبراء ماليون ومصرفيون أكدوا أن التحذير جاء بسبب دخول هذه العملات في عمليات غسل الأموال هذه العملات الاستثمار فيها خطر جدا بسبب التقلب الشديد ارتفاعا وانقفاضا لذلك نحن لا نتحمل الخسائر التي يقع بها المغامرين هذه العملات أصبحت ملاذ للذين يبحثون عن غسيل الأموال بسبب نظام التشفير الشديد وطبيعة النظام الحوسب المعقد الذي لا يسمح للولوج إلا لمن يحملون أرقام سرية وانفصال ما بين من يبيع ومن يشتري وبالتالي قد يكون ذلك ملاذ لغسيل الأموال اقتصاديون من جانبهم قالوا أن الاستثمار في العملات الرقمية معرض للنصب والاحتيال بسبب عدم معرفة مصدر المتعامل هذه العملات الرقمية هي غير معروفة المصدر وبالتالي ممكن أن يتعرض الكثير من الأفراد المتعاملين بهذه إلى عمليات نصب وعمليات احتيال تؤدي إلى خسائر ثرواتهم وخسائر أموالهم هذه التحذيرات تطلق تساؤلات حول تأثيرها على منع المضاربين والمستثمرين من التعامل فيها عالميا عبر فضاء الإنترنت